لما اشرت الساعة المعلقة على جدار المقهى الى التاسعة نهض ابراهيم تقدم نحو النادل ودفع ثمن القهوة السوداء التي ارتشفها على مدى نحو ساعة كاملة لم يكن الرجل النحيل من زبائل المقهى كان وجها عابرا ككل اولئك العابرين من الرباط اخترق الباب بمعطفه البني الفضفاض من زوية مقابلة تابعته عيون زبناء دائمين كانوا يتحلقون حول طاولة ويتابعون مواجهة ساخنة في لعبة الورق مضى الرجل وعادت العيون تتركز على اللاعبين مضى ابراهيم على غير هدى عبر ساحة باب الحد ثم اتبع شارع الحسن الثاني كان يحمل على ظهره حقيبة صغيرة قد يكون وضع بها وثائق هويته وبعض الملابس وربما بعض الاكل في فبراير يكون الجو شتاء تسقط امطار غزيرة احيانا وان في غير منتظام كان الرجل الهزيل قد ادخل اسفل سرواله في جوربيه اتقاء البرد الحذاء الذي ينتعله يبدو وقد مشى مسافات طويلة وشهورا طويلة ان لم تكن سنين ولكنه يبدو من نوع الاحذية الجلدية المتينة توقف في ساحة باب تامسنة لعلها الشوارع المتفرعة هناك استوقفتها نظر في كل الاتجاهات ثم واصل عبر شارع الحسن الثاني لم يسأل احدا لما بلغ شارع الانبعاث اتبعه مر بمحاذاة مستودع الحافلات في منتصف الشارع وقبل ان ينفذ الى شارع المسيرة توقف الرجل رفع بصره مستكشفا واجهة منزل من ثلاثة طوابق كانت السماء غائمة صباح ذلك اليوم امطرت بغزارة وبينما كان يتأمل البيت تقدم اليه احدهم لعله من سكان ذلك المنزل ما الذي تريده هل تبحث عن احد لم يرد ذو المعطف البني الفضفاض تفحص بنظرات غير ذات معنى وجه الذي جاء يسأله ثم عاود النظر الى واجهة ذلك المنزل كان الذي سأله واقفا امامه لا يتحرك ثم كرر السؤال هل تبحث عن احد تنفس بعمق حتى امتلأت رئتاه ابحث عن عبد العزيز عبد العزيز من سكت وعاد ليحملق في واجهة المنزل حالته لتبعث على الارتياح قال احدهم التحق بالذي كان يسأله واظنه يتحين الفرصة ليتسلل الى العمارة بدى الرجل وكأنه يتحاشى كل مواجهة او تصعيد معهما لوح بيده معتذرا ثم ابتعد كان يحس به ما يراقبانه مال احدهما على الاخر وقال له هل تعرف احدا في هذه العمارة باسم عبد العزيز بدى الاخر وكأنه يراجع الاسماء التي يخزنها في ذاكرته ثم حرك رأسه نافيا قال لم يسبق لي ان عرفت احدا بهذا الاسم في هذه العمارة مضى ابراهيم مبتعدا وحده يعرف ان اسمه ابراهيم منذ زمن بعيد لم يسأله احد عن اسمه ولا عن وجهته لما وصل شارع المسيرة مال الى اليسار مشى حتى بلغ فسحة خضراء وانتبذ بها مكانا كان المرة من هناك قليلا ما يتنبهون الى وجوده مرت ساعتان الحادي عشر والنصف نهض من مكانه وعاد الى شارع الانبعاث الى ذلك المنزل الذي توقف عنده من قبل وفجأة انفتح الباب وخرج رجل يرتدي بذلة داكنة ربطة العنق التي يغلب عليها الاحمر تزيده اناقة على بعد امتار ركنت سيارة فاخرة نظر الى ابراهيم الرجل النحيل رف الثياب لم يتوقف عنده طويلا ولعله حسبه متسولا لن يلبث ان يطلب منه صدق ولكنه فاجأه بانصاح عبد العزيز كاد الرجل الانيق يلتفت ولكنه عدل عن ذلك لما اقترب منه ابراهيم كان يفتح باب سيارته عبد العزيز عبد العزيز من ألست عبد العزيز عبد العزيز الخبدار كان الرجل قد اغلق باب سيارته انزل زجاج نافذته وقال له لعلك اخطأت العنوان ألا تذكرني من انت انا ابراهيم ابراهيم بول عجاج نظر اليه كان زجاج نظارته الملون يلقي بظل على عينيه انا لا اعرف احدا بهذا الاسم ادار محرك سيارته وانطلق احس ابراهيم بوهن كبير وكأنما تلك الحقيبة الصغيرة التي يحملها في ظهره صارت تزن قناطير مقنطرة الرجل تنكر له قال في نفسه ان مظهره ربما نفره منه ولكن ان يتنكر لسمه فذاك ما لا يمكن تصديقه في لحظة ساورته شكوك حول هوية الرجل تساءل ان كان اخطأ العنوان ولكن ملامح عبد العزيز لم تتغير صحيح ان مظهره صار اكثر نظافة واناقة ولكن ملامحه لم تتبدل ما الذي يجب ان يفعله هل يعيد المحاولة هل يطوي الصفحة ويمضي الى وجهة اخرى لا يعرف ابراهيم بول عجاج احدا في الرباط سوا عبد العزيز الخطار ثم في النهاية هو لم يأته متسولا لحظتها فقط احس بالاهانة التي تعرض لها مضى الى مقهى قريب لعل كأس قهوة سوداء يحفز يقظته يعلم ان صاحبه سيحاول التغيب عن المنزل حتى يطمئن الى انه يأس وغادر الرباط ولذلك وهو في ذلك المقهى حيث لا يعرفه احد ولا يعرف احدا فكر مليا في الامر وقرر ان يتسلل الى منزل عبد العزيز لا يعرف الطابق الذي يسكنه قرر ان يتربس في السلالم تسلل في غفلة من الحارس بعيد المغرب صعد الى ان تجاوز الطابق الثالث جلس ينتظر وكلما انيرت السلالم اطل من فتحة في الاعلى يراقب من هو الات ثم في حدود السابعة والنصف انيرت السلالم مرة جديدة اشرأب بعنقه من تلك الفتحة كان يسمع وقع خطا تقترب صعودا ثم لمح توقف الرجل في الطابق الثاني سمع صوت مفاتيح نزل مسرعا لما وصل كان عبد العزيز الخضار قد اغلق الباب استرجع انفاسه وترق الباب طرقا خفيفا فجاءه عبد العزيز بان فتح على الفور اندفع نحوه وما انصار في الداخل حتى اغلق الباب وضع كفه على فيه ليمنعه من كل صراخ يبدو ان لا احد معه ما في البيت قال له كيف سمحت لنفسك ان تتنكر لي الا تذكر ابراهيم بولعجاج الذي تحمل مشقة السجن حتى تنعم انت بالغنيمة كان عبد العزيز ينظر اليه بعينين جاحظتين كانت ملامحه تشي بانه يريد قول شيء ما ولكنه لا يستطيع النطق احس بحباله الصوتية منقبضة ثم استأنف ابراهيم كنت احسبك رجلا فاذا بك ذكرا تفتقر الى معنى الرجولة خلال سنوات الست التي امضيتها في السجن ادفع الثمن عني ونيابة عنك لم تسأل عني ولو مرة واحدة هل احتاج لاذكرك بان ما انت عليه من اناقة ورفاهن اليوم هو بفضل تضحيتي انا انك تعلم جيدا ان نصيبي نصف ما تتصرف فيه انت بانانيتك هل تسمعني يا عبد العزيز سمت ابراهيم قليلا كان عبد العزيز حبيس زاوية من الكنبة ثم استأنف اعلم ان الناس لا يعلمون ان اسمك عبد العزيز الخضار ما اسمك حتى لا افضحك ظهرت بصوته بحة لما قال الناس هنا لا يعرفون عبد العزيز الخضار اسمي احمد العرفاوي ضحك الرجل الهزيل وظهرت في فمه اسنان طويلة يبدو انها لم تنظف منذ زمن بعيد العرفاوي انت العرفاوي لم يكن لدي حل اخر لما جئت الى الرباط كان علي ان اذوب في المجتمع وان اتخلص من ثقل الماضي ضحك ابراهيم ثقل الماضي ثقل الماضي تقول بل هو ثقل تلك الاموال التي سرقناها معا من بيت ذاك العجوز في وجدة اذكرك انني الذي دفع الثمن ولا تحاول ان تتجاهلني انا لا اتجاهلك الا تراني انظر اليك كم هو نصيبي ثمانون الفا هل تسخر مني اعلم انني مستعد لقتلك ان لم تتصرف معي بما يليق بي اخرج ابراهيم في الان نفسه سكينا من حقيبته كانت تلمع تحت ضوء المصبع احس عبد العزيز بان الجو بدأ يتكهرب ولعله خشي ان يباغته شريك الامس بطعنة قاتلة كل صور عملية السطو على منزل ذاك العجوز في وجدة تمر امامه الان هي السكين نفسها في قبضة ابراهيم وفجأة انقفز من مكانه لم يمضي بعيدا تعثر ووقع ارضا امسك به ابراهيم من جديد قال له كل محاولة ثانية ستفقدك حياتك الان اريد نصيبي ثمانون الف درهم لا ذاك مبلغ كان قبل ستة اعوام يا حبيبي نحن في العام الفين واربعة هل فهمت؟ طيب نهض من مكانه قال له انه سيأتيه من الخزانة بمائة وعشرين الف درهم ذهب الى غرفة النوم اغلق الباب واخذ هاتفه وركب رقم الشرطة النجدة ثم بعد ربع ساعة خرج يحمل في يده كيسا بلاستيكيا به ما يبدو من شكله رزم اوراق نقدية ها هو نصيبك انضي الى حال سبيلك ولا تسأل عني ثانية هل فهمت؟ نظر اليه بغضب كتمه ولما مد يده ليتسلم الكيس قرق الباب مضى عبدالعزيز ليفتح كان هناك رجل شرطة دخل قال عبدالعزيز انه سرق مالي ويريد ان يهرم امسك الشرطيان بابراهيم كان الكيس البلاستيكي الذي وضعت به رزم الاوراق النقدية في يده كان حجة عليه حين كان يساق الى الخارج نظر الى عبدالعزيز بكثير من الحقد قال له ساعود اليك يوما ايها النظر اشتركوا في القناة شكرا لكم